السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معنا قطيف في هذا الفيديو جديد. وهذا الفيديو عن تشكيل الرقم جوج ديال المنتخب الوطني المغربي في تصفية كأس العالم اللي عتكون طويلة الامد. تصفية كأس العالم في طبيعة حالة عتكون طويلة وطويلة جزاف. عتكون في عشرات ديال المقابلات لتصفية ديال كأس العالم. تصفية كأس العالم لعشرة ديال المقابلات. تلع في ظرف جوج ديال السنوات من شهر 11.23. كانت نظر حتى شهر 11.25. جوج ديال السنوات في عشرة ديال المقابلات. تصدق واحد اللاعبين كبار طبيعة تصدق. وتكون لديك تشكيل الرقم واحد وتشكيل الرقم جوج. وليما جينا تصدق تشكيل الرقم جوج. مختلفة بزاف على تشكيل الرقم واحد عن تشكيل الرقم واحد. كما تعرفوها ياسين بونو أكرد السايس حكيمي مزراوي أمرابط أوناحي أملح جيج بوفا نصيري. كما كان عرفوها تشكيل الرقم واحد. يقولت بالخفى لأننا حفضناها صراحة. وتشكيل الرقم واحد حال في هذه اللاعبين تكون مغربي. بونو أكرد أوناحي هيك أونصيري. أربعات اللاعب. أربعات العناصر من تكون مغربي. أربعات العناصر من يوما ياسين بونو نايف أكرد. عز الدين أوناحي. وكذلك يوسف النصيري. تشكيل الرقم جوج. ونشوفوا فيها جهاز اللاعب تكون مغربي. عمدا وبالحارس المهدي بن عبيد حارس الفتح الرباطي المغربي. خمسة وعشرين سنة. حارس كلب طبعا. نحن نشوف المصار الفتح الرباطي في آخر مقابلة فرس على أولمبيك أسفي بإصابة واحدة لصغر مع ناقص جوج عناصر. إذن طلعت المركز الثالث راسية خمسي. مقصد مركز الثالث بخمسين نقطة. وهروس بتيسع نقاط على المركز الرابع اللي هو أولمبيك أسفيليس. رجع كثير في النتائج. إذن المهدي بن عبيد كحارس مرمى تكون مغربي بطبيعة الحال. حارس من الدراز الرافع. كما كانت تشكيلة الملتخى بالأولى فيها ربعات العناصر من تكون مغربي. تشكيلة اللي كل شيء يعرفها الآن. ترجع العالم بطبيعة حالك. ترجع قرية صغيرة مع تشيل الانترنت وكل شيء. سماعين قندوس كوين فرنسي وكلاعب بطولة البرجيكية اللي عايتنا له أول مرة وكان حاضر ناظر مع الرأس الأخضر. صراحة اللي كي بنعليه أنه مدفع صلب ومدفع واعر على اللي كي بنعليه صراحة. باش نكونوا منطقيين مع اسماعين قندوس. اللي هو من العناصر الجيدة داخل المنظومة المغربية تقدر تكون بطبيعة الحال. ملاعب من الدراز المزيان. اسماعين قندوس لاعب اللي هو مزيان بينعليه. لأنه ما ما تختبرش آه مع الرأس الأخضر بزاف. ولكن باين أنه لاعب من الدراز الرافع والعالمي. خاصة هو شاء الله عنده خمسة وعشرون عاما. نمشين واحد اللاعب آخر اللي عنده أربعة وعشرين عام. والتكوين ديالو مغربي ولاعب اللي ويداد. وباقي المعمر والتستاذ على المنتخبلي وآمين فرح على المستوى كبير مع اللي ويداد. وحنا عارفين المستوى الكبير الآن للويداد. جوج مقابل آخرات عتصرات خسرت نهائي كأس عصبة الأبطال. مع فريق الأهني بعد التعادل بواحد الواحد للأسف الشديد. وتعادلت مع أقادير بصفر لصفر. ورجعت البطولة الصعيبة وصعيبة بثاف لأن الجيش الملكي كتحجاج. تفوز على المغرب الفاسي وتفوز على الرجاء. والبطولة هانئة لها. والويداد البيضاوفي مهمة صعبة جدا عندها. قد استلقاء مع أولمبيك إيس في صاحبة المركز الرابع. وإيس في شافة الرجاء دركت عليها لأنه فرق بجوج نقاتل. لأن الرجاء رجعت بسعود و30 نقطة في المركز الخامس. ما هو اللعب المغربية؟ حيث أنه العلود، لعب الويداد البيضاوي. العلود مع مرتنا المنتخب الوطني. ومن أفضل أظهرة كذلك اللي كان في البطولة الوطنية صراحة مصر كبير. خاصة في عصبة الأفضل ما صار صراحة واعن بزاف. اللعب العلود، لعب الويداد، من خيرا اللعبين عند فارق الويداد البيضاوي. صراحة كان مكان فهد مفيد. أنا كنت ممكن من العلود صراحة لأن العلود حداية في الويداد. وكان عارفه ولكن الظروف اللي غصى البطولات كبير وبالسف ديال اللي هويج انه خلي العلود ما عيطلوش العلود ما عيطلوش باش البطولات يحيى عطيات الله تكوين مغربي طبعا تحل لعب الويداد البيضاوي لعب قطعة مهمة الان صبح من المنتخب الوطني المغربي شاهدنا في المونديل القاطر يقدم واحد الوجه كبير صراحة يحيى عطيات الله للمخريج اولمبيك اسافي من اللاعبين يهمكه كبير الارجع في المونتخب الوطني المغربي لعب كبير صراحة يحيى عطيات الله من اللاعبين من المنتخب الوطني وتكفاء داخل المونتخب الوطني المغربي ولعب كوفة صراحة الى اللاعبين له مميزة كبيرة كظاهر ايصار صراحة ويحنا كنا عنا مشاكل فاتجة كنا كنا عناو نصر المزراوي ولكن الان ممكن تحتم Liber tomorrowStelen وكيف تauenوا كيف وكيف أبدك الجهة وخمش الجهة وص deposited حياتي الله تعنوا وعينكم غمطين كما كان قوله الهاضرة ديهن الدارجة المغربية بطبيعة الحال احنا كنفتخروا بالدارجة ديرنا المغربية وكان فتخروا اننا مغاربة هاتوا مشو المنتخب المغربية قبل ان يوصل الناس من نهاية قبل نهاية وحنا كنفتخروا احنا كمغاربة والمغرب من افضل الدول العالمية صراحة واغلبي الناس كيشون المغرب كيرتاحوا هذه مسألة لا نقاشة ولا جدل فيها نقاش نكون متابقين على هذه المسألة نخرج الميدان ونرجع الميدان ديهن كورات القادم ونقاشون وسط الميدان نوجد بنيامين بوشويري هذا عنده تكوين برجيقي وحاليا كيلعب سنتيتين الفرنسي من اللاعب اللي عنده واحد وعشرين عام باقي صغير مشو اللاعب اخر باقي صغير حتى هو متكوين برجيقي وكيلعب برجيقي قبيل الخنوط 19 سنة شارك معنا في المونديل القاطري ولعب مقابلة دي الكرواتية اللاعب عنده مستقبل كبير في كورات القادم صراحة باللاعب الكبار دي المنتخب الوطني المغرب يعيكون صراحة بيل الخنوط باقي خصوء بزاف دي الوقت لانه لانه باقي صغير وعنده 19 عامان باقي يقدر يعطي اكثر وحنا رسمعنا الحلم دي بيل الخنوط انه يلعب في الريال مادريد وحلم كان ضمن ماشي بعيد انه يتحقق حنا شوفنا في لعابة صراحة كماريانو دياز كيلعب في الريال مادريد هناك ايميل حسوني اللاعب الويداد البيضاوة هذا لاعب اللاعب المنتخب وانا قصني صراحة ايميل حسوني شوفه في المنتخب هذه الامنية من الوليد الرقرائي انه يشوف الحسوني في داخل المنتخب خاصة وعنده معرفة كبيرة بالحسوني لانه شرف دربه في الويداد لمدة سنة واحدة ه فاصلحت الامنية وkiعرف الامكانيات داله بطبيعة الحال كيعرف الاامكانيات الكاملة داله اذا عارف جميع الاامكانيات داله اريصالك آآ اي كورش ديالنا واليد الرقر الارanza يعني ايميل الحسوني انه يعرف في كل طبيعة الحال على معرفة اللاعب من الخرص اللاعب اللى عند الويداد اي�로 quant louder والمسيرة الكرة الكبيرة ديال ايميل حسوني مع الويداد السيني الآن هو مع فريق الويداد خط الهجومي نجبره موني الحدادي لاعب خطاف الإسباني تكون إسباني كيف تدرجو الهيلة اللي ناردس عليه باش أنه يرجع للاعب المنطخب المغربي الآن كان لديه 27 عام باقي معطاش ذلك الشيباتات اللي كنا كنت أدره منه كمغاربة باقي معطاش صراحة شي حاجة كبيرة للمنطخب موني الحدادي باقي كنت أدره منه ما أحسن ما أروح صراحة باش نكونوا منطقيين باقي معطاش ذلك الشيبات اللي كنت أدره منه مونير الحدادي اللي هو لعب الآن خطاف الإسباني وكيف تدل الفرق بزاف هذه مشكلة هذه عم تصامت الزلزولي اللي هو أصلاً لعب بارشلو لك المعارف هذا الموسم أوساسونا الإسباني 21 عام وعنشوفه في المنطخب الأولمبي بطبيعة الحال لاعب دو كفاء كبيرة دو كفاء كبيرة داخل فرق أوساسونا هذا العام كان في لا ليجا والسماح أنه بالمجهودات ديالو وكيف تدل الفرق أنها تشارك في الأوروبا شيء مميز لأنها وصلت النهائي كأس مالك إسبانيا وانهزمت مع فارق ريال مادريد طبيعة حر ريال مادريد يوصل النهائي الصعب جداً وانهزمت معه بحصة هدفين لهدفين واحد كانت رودريق والي كانت تشجيل الإصابات إذن في رأس الحربة ممكن وجده عبد الرزاق حمد الله 32 عام الآن ولكن يبقى مهاجم الذي فاز بالهدف البطولة السعودية وفاز بالرقب الهدف خمس مرات وثلاث مرات في السعودية إذاً ما هي نقص freaking عطاء بالرقب لكن ال PM عنه 하루 constitu لكن هذا يعطي العطاء ما في صعود Brother was gonna kat piper وأن الله كان من عبدالرزاق حمد الله freaking Rock رحبت الله من عبدالرزاق منهم فماء المنزل منة Cube لأننا متأكدون أن degree الحمد الله لديه م الصفح بأن يقدمه المنتخب الوطني المغربي الذي قد عليك üzerine علمير من المنزل ممكن أن أسفل لا يوجد هذه الإمكانيات في المنتخب الوطني المغربي لكي نكون متفقين على هذه النقطة إذن عبد الرزاق قمت الله من اللاعب الكبار اللاعب يكون إن شاء الله في المنتخب سوف نخصه فقط شوية معرفنا صراحة ما نخصه يكون نزع مقوش لا يوجد أظهر الأجنحة التي يعانوا عن حاكم زياج وصفيا بوفال من أفضل الأجنحة لا يوجد أجنحة جد السعودية لا يوجد أجنحة لعب كبير لعب كبير لعب كبير لعب كبير في أوروبا لعب كبير الإزليزية الإسبانية الفرنسية أنه يوجد أجنحة صراحة مسألة مميزة تكون ولكن معرفنا صراحة عبد الرزاق حمد اللاعش أن يساق في المنتخب بقي معطاج العطاء لأنه كان مطلب جماهيري وفي كأس العالم خاصة وللأسف طلع عن كأس العالم ولكن ما عمشي شي حاجة كبيرة نحن في اللقاء الرأس الأخذ رعطاه المدرب شوط الأول كاملا ولكن ما عمشي شي حاجة كبيرة كانت منهم الحمد الله وأنه يبدأ من اللقاء جنوب إفريقيا غد السبت ويبدأ في الكفاءة دياله اللي كان عرفه عبد الرزاق حمد شكرا شكرا